مجلس النواب مجلس النواب وانتقل المجلس إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان وقرر المجلس الموافق على الاقتراح بقانون إحالته إلى الحكومات الموقرة بعدها عرض المجلس طلب الانضمام إلى عضوية لجنة التحقيق حول شركة طيران الخليج وحول إدارة الأوقاف الجافرية وقرر المجلس الموافقة على الطلبات تم مناقشة اليوم مرسوم السجل التجاري بتعديل مادة رقم 6 بنقل بعض من صلاحيات السجل التجاري إلى شركة البحرين مقاصة وذلك لتسهيل على الشركات المدرجة في البورصة واللي كانت مدرجة في وزارة التجارة لإجراء معاملاتها ورفع الكفاءة وتخفيض التكلفة التشغيلية لها وتم مناقشة الموضوع بحضور وزير التجارة والصناعة اللي رد على مجمل التساؤلات اللي تم التساؤل فيها من قبل السعادة للنواب واللي وضح أهمية هذا المشروع وهمية هذا المشروع في خطة التعافي الاقتصادي البحرينية وأن هذا راح يرفع من مكانة بورصة البحرين ورح يعطيها أولوية ورح يعطيها مكانة على مستوى البورصات الخليجية لأن هذا التعديل راح يضيف لها 510 شركة إضافة للشركات اللي مدرجة حاليا وكذلك تم مناقشة مقترح بقانون تعديل مادة في قانون الإسكان والتي هي تتيح أن إعطاء الأولوية حق ذوي العاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وتكون في لجنة مشتركة ما بين وزارة الإسكان ووزارة الصحة للنظر في هذه الطلبات على أن يتجاوز الطلبات عن 5 سنوات في حصولهم على الوحدة السكانية وذلك مراعاتهم لوضعهم الاستثنائي اشتركوا في القناة